السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. هنتكلم على حاجة كان جاننا سؤال في عليه على الصفحة. اه شكل كده من الوشر بنستخدمه في في البلوف واحيانا كتير في في اجزاء كتير من المصامير. بس هو مميز اوه في موضوع البلوف وخصوصا بلوف الكنترول. ايه ده? ايه شايفينه ده عبارة عن شوية وشر زي كده ورد رجب فوق بعضها تحت مصمار في في صمام او بالف او يعني. ده شكلهم لما كبرناهم ووضحناهم ايه دول بقى? ده بيسموها وردة مخفوطية او كونيكل وشر محطوطين عكس بعض فلما يتحطوا عكس بعض اشتغلوا كأنهم سستة او سبرينج او ياي طيب طعا نشوف ايه الموضوع. احنا عندنا السبرينج العادي خالص او الياي العادي خالص الشكل التقليدي. ده حجمه شكله نقدر نستعوده بالشكل التاني اللي جنبه ده اللي هو عبارة عن وشر اطباق يسموها وردة طبق عكس بعض اه محطوطين بتركيب معين بحيس يديني نفس اللود. هو ايه السستة اصلا او ايه لياي او هو عبارة عن جزء ميكانيكي بقدر اخزن فيه جزء من الطاقة على هيئة انه بغير حجمه حجمه يتغير من من مقاس طول لمقاس تاني فالتغييرة دي كاني خزنتي فيه جزء من الطاقة طيب لما بخزن فيه جزء من الطاقة بستردها وقت ما انا عايز ازاي ان خليه يرجع لطوله العادي لما ارجع لطوله العادي فيديني الطاقة اللي انا خزنتها او جزء منها طيب الياي العادي لو بصينا الكونيكي العادي اهو بصوا كده الكطر ده تقريبا تسعة واربعين ميلي هنا بقى كام سبعة وعشرين هنا الطول واحد واربعين هنا واحد وتلاتين الله والاتنين هيدوني اقدر اخزن فيهم نفس الكمية الطاقة اه يبقى عندنا تقدر تدينا نفس القوة اللي بيديها لنا لسبرينج العادي لكن هي حجمها ومقاساتها بتبقى ازغر طيب احنا لسه بنقول ان الاسبرينج او الياي عشان اخزن فيه طاقة بيعتمد على حاجتين القطر وكمية التغير فيه القطر اللي هي تغير وكمية التغير فيه المسافة اللي هو الطول بتاعه طيب نبص كده هنا على المنحنة الافقي ده يعني ايه التغير في كمية في طوله التغير فيه او اللي هو قيمة الانحناء اللي هتحصل له فوقه تحت وهنا هيخزن فيه طاقة دي تعالوا نبص كده اول حاجة واحد هنا نعتبره طبق واحد يعني طبق واحد بس مفرد مفرد قال الطبق الواحد ايه اللي حصل هنا ولطبق لو حطيت طبق اين زي بعض بنفس الوضع فوق بعض متمثلين الطبق الواحد والطبق اين زي بعض ايه ده ده يبقى عندنا هنا قيمة التغير في الطول للاثنين زي بعض مش هيبقى مجموعهم ده هو الاثنين هيتغيروا زي بعض الاثنين مثلا ارتفاعهم خمسة ميلي هيقدر يوصلوا لانه يبقى ارتفاعهم اتنين ميلي وبس يبقى الاثنين التغير في الارتفاع او التغير في المقاسات هيبقى ثابت لكن ايه اللي حصل قيمة القوة اللي تخزنت يوم بقت الضعف فهنا الطاقة اللي تخزنت عندي بدل ما كانت اف واحد اصبحت في تاني حالة اتنين اف الضبل على طول يبقى التغير في الازاحة ثابت لكن في الحالة دي لانهم شبهة بعض التغير في القوة هو اللي بقى الضبل هو الضعف طيب هدي اف واحد هنا بقى اف تو اف تو اف واحد طب الحالة التانية لا ده انا عايز كمان ازود التغير في الازاحة انا محتاج تطبيق يبقى فيه حركة راحة جاية حركة تمدد اه محتاجي بقى عندي اهتزاز فاقوم احط طبقين عكس بعض ادوصي كده ده طبق اول واحد بعدين فوقي طبق مقلوب بعدين فوقي طبق مقلوب تاني الحالة دي اداتني ايه اداتني تمدد اعلى من الحالة الاولانية خالص اللي هي اس واحدة احبا عندي اس اتنين اس اتنين دي عبارة عن ايه عبارة عن اه تغير في المقسات هيضربوا في تلاتة لانهم عكس بعض يبقى اس واحد بقى اس هنا بتسوي تلاتة اس واحد يبقى عندي هنا ايه اللي حصل لكن اللوت ثابت ايه ده يعني التلاتة اللي عليمين دول هم هم قد الواحد اللي على ايه الشمال في القوة لكن معدل التغير بقت تلات اضعاف. طب تعال نكمل. يبقى ده هنا اس اتنين هتساوي تلاتة اس واحد كتمددات. لكن اللود قد بعض اللي هو الاخضر. طب تعال نطلع فوق. لأنا عايزي ازود اللود وزود الازاحة. فقمت عملت ايه? خليت هم برضو تلاتة عكسة بعض. بس كل واحد في التلاتة ده بقى اتنين. بقى اتنين وبعدين فوقهم اتنين عكسوهم. بعدين فوقهم اتنين عكسوهم. بقوا ستة. طب انا هنا زودت ايه? انا هنا زودت عن لتحته زودت القوة لكن بنفس الازاحة. لكن بالنسبة للي على شماله زودت القوة سبتت القوة لكن زودت الازاحة. بصوا هنا كده هو كده القوة سبتة لكن الازاحة بقت تلاتة. تمام كده? يبقى دلوقتي عشان اوصل لقيمة ازاحة معينة فوقه تحت تغير في الشكل بحطوهم عكس بعض. لكن لو عايز ازود القوة بحطوهم مع بعض. في نفس الاتجاه. طب لو عايز الاتنين ببدأ اغير بقى الشكل بتاعي اه من ده على ده. اخلط. طيب اهو تعالوا نبص كده اهو. دول الحالة الاولى دي رقم واحد اسمها بارارل. بارارل دي يعني ايه? زي بعض بالزبط. يبقى التغير في الشكل هيبقى زي بعضه بالزبط. اهو. وده سيريز. سيريز يعني ايه? واحد عكس واحدة. واحد عكس واحدة. وده اه مخلط. طيب. اه تعالوا نركز كده دول اه بارل يعني يعني حطيت مسلا لكم تعالوا نشوف اول واحدة اللي هي في كلهم شوها بعض. يبقى بتاعي زي كأنهم واحد بس. اللي هو الخط الاحمر مقدر التغير في في الارتفاع هيبقوا كأنهم واحد. اهو. يبقى بتاعي كأنه واحد. هنا واحد عكس واحدة. يبقى التغير في اللي هو الخط الاحمر التغير فيهم هيبقى ايه? هيبقى مجموعهم. واحد مضروف اربعة. اللي هو الناحية دي. طيب هنا ده انا مخلط. طيب ده اعيد بقى. اقول ادي واحد. الاتنين دول هيدوني الضعف. وده هيديني الضعف. لكن يبقى عندي هنا ايه? يبقى اتنين واتنين. يبقى عندي. التغير في الديفليكشن بتاعه هو واحد مضروف اربعة. اه رغب ان هما كام اتنين اربعة ستة تمانية. رغب ان هما تمانية. بس كل اتنين شبه بعض في الديفليكشن. طيب. نيجي بقى في عدد الديسكات. هنا كام ديسك? تلاتة. يبقى قوة متخزنة. واحد مضروف في تلاتة. طيب هنا كام واحد هنا? هما اساسا هنا بنعملهم كفورس كأنهم ديسك واحد. كأنهم ديسك واحد اهم. يبقى الفورس مضروف في قوة ديسك واحد. طيب هنا لا ده هناليك هنقعد نحسب بقى مين برر مع مين? فدول كام دول كلهم كل واحدة فيهم اتنين. يبقى عبارة عن اتنين اولين هيدونا فورس قد لتحتيهم قد لتحتيهم قد لتحتيهم. يبقى هتساوي الديسك الواحد مضروف فيه. الديسك الواحد مضروف مش الديسك الواحد الست الواحدة مضروف عددها. طيب تعالوا هنا كده ادي البلف او الصمام بتاعنا وراكب عليه اه الجلاند والباكين. يبقى ادي البلف اهو ده اللي عادي اهو. طيب حطنا له ايه فوق? حطنا له. او يعني ايه بقى? ادي دي انا حطيتها هنا اللي هي لسه شرحنها عشان تبديني بقى الازاحة والقوة اللي انا عايزها. طيب وروح تعملها كده. حطيتها هنا ايه بقى? وده تحت يوم الحشو. يبقى دول كلهم ربطين على الحشو. بقى ده جلاند بتاع اللي كل شوية كل اللي لما يحصل تسيب اروح اربط بي ايه دي? اه لما بقى حاطت دي يبقى كايني حاطت مفتاح وكل شوية بربط فعلا بس كل ثانية مش كل مش 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 بروح والصبح واروح بلي لا ده انا كل ثانية كل ما حشو يتاكل وخصوصا في بلوف الكنترول اللي بتتحرك حركة بسرعة جدا وبتتاكل حشو بسرعة فده بحط عليه حاجة اسمها يعني فني قاعد على دماغه اربعة وعشرين ساعة. تعالوا نشوف كده. انا كنت تقدر احط اما سوستة في النص هتضغط على الحشو او احط الكنيكل بتاعتي. في الحالتين هيدغطوا على الحشو باستمرار كل ما الحشو يحصل له تآكل ويحصل تسريب وهو الواحده هيفضل آآ يعوض الرباط لحد ما مقدار الطاقة اللي انا مخزنها جوه تخلص خلاص كده بقى اغير الحشو. طيب اهو. هو كده بزر. انا حاطت فني اربعة وعشرين ساعة حاطت ايده مستعد وبيشد على طولك. باستمرار. علشان ازبط معدل التسريب من الحشو ده. كل ثانية زي ما بنقول. بصوا ده اللي بيحصل بقى في الحقيقة. وكأنه بيعمل كده. الضغط يزيد على الحشو يخزن طاقة وبعدين يحصل تسريب نتيجة لتآكل في حجم الحشو فيضغط هو عليه. يبقى السوستر بتشتغل كأنها آآ فني بيضبط بمفتاح لمدة اربعة وعشرين ساعة كل ثانية. آآ نشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.